أهلا بحضراتكم بعد الفاصل هنبدأ نتكلم عن نجمينة نجمينة هو لعيب كورة وفي نفس الوقت الدكتور فنقوله هل نقوله كابتن ولا نقوله دكتور ولا نعمل مسجي بين الاتنين ونقول الكابتن الدكتور أو نقوله دكتور كابتن فلان الفلان نجمينة لعب في النادي الأهلي ولعب في النادي الأهلي من ناشئين النادي الأهلي وكمل من صغره لحد سن 21 سنة وسن 21 سنة ده معناها أن الراجل كان مؤهل أن يرجع ويلعب درجة أولى ويقترك النادي الأهلي وطبعا ما تركش النادي الأهلي عشان خاطر المستوى لا هو كان فضل أن هو بيبقى يهتم بدراسته شوية لأنه كان في كلية طب أسنان وانتعرفين كلية طب أسنان وبالمناسبة مش هو بس اللي كان الدكتور لا كان فيه لعيبة عندنا في النادي الأهلي زي مثلا الدكتور حسام بدراوي زي الدكتور محسن سالم زي الدكتور سمير حسن زي الدكتور جلال عبد الرازق كل دول كان دكاترة يمكن الدكتور حسام بدراوي والدكتور سمير حسن كملوا شوية إنما ما دلوش يواصبوا على الكرة مع الدراسة استمر في دراسته لطب لطب أسنان وتوقف عن كرة القدم تخيلوا بقى توقف عندها حوالي خمس شهور والخمس شهور دول لعب يعني كان بيتمرم فيهم بس كان بعيد خالص وكان الأمر صعب عليه بالنسبة أن يعني يلعب كرة ولا يكمل دراسته ولا 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 الكلام ده كله أنت عارفين طبعا دراسته الطب دراسته صعب قوي وعشان يعمل يعني مسج بين الاتنين بتبقى حناك إنك تتفرغ تماما لكن هو جيه في الوقت ده وقال في 21 سنة وهو بشيش المستوى الفني والحاجة قالك لا أنا أنا هفضل لنا اهتم بالدراسة سابق كرة وبدأ اهتم بالدراسة بتاعته اللي هو طب أسنان وكان متفوق جدا 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 والظروف اللي كان بيقابلها كانت صعبة جدا ولكن في نفس الوقت هو كان بيجي تحمل على نفسه في حاجات كتيرة قوي لما ساب النادي الأهلي ورجع للكرة تانية مرجعش على النادي الأهلي رجع على المؤولين النادي المقاولون العرب ودي كان بداية اللي هو بقى إيه يعني خلاص بقى بيركز عاوج يركز إنه خلاص هو بقى دكتور وخلص من حتة دي وتقلق مع المؤولين العرب في نهاية كأس مصر سنة 81 وفي نفس الوقت كان من نجوم الجيل الزهبي لفريق المؤولين العرب كان نجوم كتيرة جدا وهو خليم هو اللي يذكرهم عشان خاطر يعني احنا مش عايزين نقول لسه تضيفها هنقولها حاجات كتيرة قوي في المباراة النهائية أمام النادي الأهلي والمؤولين العرب خسر نهائي كأس مصر وهو كابتن الدكتور ضيع ضرب كتر خيرك وكان من نجوم المؤولين في الجيل الزهبي وشارك طبعا معهم في الفوز بطولة دوري الممتاز وشارك معاه أيضا في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية كلام له كانت سنة 82 وفاز بها على حساب فريق ديناموز الزنبي في المباراة الأولي هنا كسب ومباراة التانية هناك تعادل وحافظ على اللقب في العام التاني على حساب فريق كان فريق لوسي بطل توجو يعني عمل إنجازات كبيرة جدا وبعد ما فهو في المؤولين العرب كان حافظ على اللقب ولعب أساسي وعلى مستوى الدولي طبعا كان نجم من نجوم كرة القدم في منتخبنا القوم من سنة 86 عارفين 86 بطولة اللي احنا أخذناها كان بعد حوالي 27 سنة احنا لعبنا البطولة دي في مصر هنا وكسبنا النهائي مع الكاميرون وضربات الجزاء أنا ضعى ضرب الجزاء وهو سجل ضرب الجزاء وهو بشوف ضربة الجزاء كان الكابتل حسين مذكور كان علاقة حب بينه وبينه فقال له يا سلام يا دكتور يا سلام يا دكتور وبعد كده بعد اللعب فاز وتوج مع المنتخب بزهبية دورة الألعاب الإفريقية سنة 87 يعني الراجل حقق بطولات سواء مع منتخب مصر بطولتين في الألعاب الإفريقية وبطولة 86 وحقق مع المؤمنين العرب بطولة إفريقيا قال لك لأ بقى خلاص بقى أنا عاوز أشوف أكل عيشي وابدأ أشتغل في شغلتي ومهنتي اللي أنا هي تأكل نعيش واعتزل في عز تفوقه سنة 1988 أعظني عرفتوه موسيقى